السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ومرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علم تناوزنا علماء مرحبا بكم في مقررة تقنية رقمية واحد للصف السنة الأولى المشتركة الفصل الدراسي الأول مع موضوعنا بإذن الله إنشاء موقع إلكتروني بلغة HTML 3 ماذا تعلمنا في الدرس السابق؟ تعلمنا في الدرس السابق محرر HTML ثم وصوم HTML الأساسية محرر HTML هو برنامج يستخدم لكتابة البرامج بلغة HTML على الرغم من إمكانية تحكم في برنامج HTML في أي متصفح ويب باستخدام أي محرر نصوص إلا أن برنامج تحرير HTML المتخصصة توفر إمكانيات تحرير وأدوات برمجية إضافية على سبيل المثال لا تتعامل محررات HTML مع تعليمات HTML البرمجية فقط بل تمتد وظائفها لتشمل تقنيات أخرى خاصة بإنشاء صفحات الويب مثل صفحات التنسيق النمطية CSS وجافة سكريبت ومن هذه المحررات على سبيل المثال فيجو سيديو كود لفتح محرر فيجو سيديو اضغط زر البحث ثم في شريط البحث اكتب فيجو سيديو كود ثم اضغط على فيجو سيديو لفتح البرنامج نقوم بكتابة فيجو سيديو في محرر البحث ثم بالنقر على التطبيق يتم فتح التطبيق في التطبيق نقوم في كتابة فيجو سيديو في محرر البحث ثم بالنقر على التطبيق سيفتح لنا تطبيق فيجو سيديو كود ويكون جاهزا لكتابة الأوامر لدينا الواجهة الأساسية في هذه المنطقة علامة التبويب تتيح لك التنقل بسرعة بين العناصر يمكنك سحب وإفلات علامات التبويب لإعادة ترتيبها ثم في هذه المنطقة الشريط الجانبي يحتوي على طرق عرض مختلفة لمساعدتك أثناء العمل على مشروعك في هذه المنطقة التي هي شريط أو شريط النشاط يتيح لك التبديل بين طرق العرض لنتعرف كيف يمكنك فتح مجلد أنشأته على حاسبك وداخل هذا المجلد توجد مجلدات فرعية على سبيل المثال مجلد باسم إمجز حيث يتم حفظ الصور التي ستستخدمها ومجلد باسم بيجز حيث سيتم حفظ الصفحات الإلكترونية التي ستقوم بإنشائها يفضل أن يكون اسم المجلد الرئيسي والمجلدات الفرعية باللغة إنجزية تماشياً مع اللغة المستخدمة في البرمجة لفتح المجلد من علامة التبويب فايل ملف اضغط على Open Folder فتح مجلد من نافذة فتح المجلد اخترى مجلد الذي تريده ثم اضغط على Select Folder اخترى مجلد سيظهر مجلد العمل الخاص بك والمجلدات الفرعية في الشريط الجانبي نقوم بالنقر على فايل ثم Open Folder ثم نقوم بتحديد المجلد ثم Select Folder سيظهر في الشريط الجانبي في التطبيق نذهب إلى فايل ثم Open Folder ثم نقوم بتحديد المجلد ثم بنقر على Select Folder سيظهر لنا في الشريط الجانبي المجلد والمجلدات الفرعية التابعة له قبل البدء في إنشاء مستند HTML يجب عليك إنشاء ملف HTML شاهد كيف يمكن القيام بذلك في Visual Studio Code إنشاء ملف جديد من قسم المستكشف وفي المجلد الذي تم فتحه اختر New File ملف جديد ثم اكتب اسم الاسم بالامتداد .html لابد أن يكون الامتداد .html يمكنك الآن إضافة المحتوى للمستند في محرر لغة HTML نقوم بالنقر على المجلد ثم إضافة مستند الجديد ثم نقوم بكتابة المجلد اسم المجلد منتهياً بالامتداد .html لابد أن يكون الامتداد .html ثم نقوم بكتابة الأوامر والتعليمات تظهر هنا الإشارة بعدد المستندات التي لم يتم حفظها في هذه المنطقة التي هي منطقة التحرير وهي المساحة الرئيسية لتحرير ملفاتك يمكنك فتح الملفات لتحريرها كما تريد في التطبيق نقوم بتحديد المجلد ثم نقر على إضافة مستند جديد نقوم بكتابة اسم هذا المستند منتهياً بالامتداد .html لابد أن يكون منتهي في الامتداد .html ثم نقوم بكتابة الأوامر نصيحة ذكية لا تنسى أن تحفظ مستندك بعد كل عملية تعديل تقوم بها يمكنك أيضاً استخدام اختصار لوحة المفاتيح كترول اس وسوم .html الأساسية هناك قسمان بين وسوم .html و .html في صفحة الويب أولهما هو قسم ترويسة المستند والآخر هو قسم المحتوى نلاحظ عندنا هنا في هذا المقطع بين .html و .إغلاق وسم .html في الأسفل يوجد لدينا .هد ثم إغلاق .هد اللي هو .هد ولدينا .بودي و .إغلاق .سلاش .بودي أولاً عندنا .html في الأعلى تحدد أن هذا المستند هو مستند .html ثم عندنا في .titل تحدد النص الذي سيظهر في شريط العنوان في نافذة متصفح الموقع الإلكتروني ثم عندنا .هد اللي هي تحدد الأوامر البرمجية الموجودة بين الوسوم .هد و .سلاش .هد كيفية تفسير المستند بواسطة المتصفح و كيفية عرض المستند ثم لدينا .بودي و .سلاش .بودي يتم هنا برمجة الموضوع الرئيسي للصفحة الإلكترونية الخاصة بك تقع جميع النصوص والرسوم والرسومات والصوت والفيديو والروابط المؤدية إلى الصفحات أخرى بين الوسمين اللي هي .بودي و .سلاش .بودي لعرض صفحة الويب سنفتح ملف HTML الذي أنشأناه في استخدام المتصفح لفتح ملف HTML في المتصفح افتح المجلد الذي أنشأته مسبقا على الحاسب الخاص بك و المحتوى على ملف .example.html اضغط ضغطا مزدوجا على الملف سيفتح الملف و ستظهر نتيجة التنفيذ عندنا هنا نقوم بفتح المجلد ثم بنقر على الملف .example.html ستظهر لنا هذه الصفحة نلاحظ عندنا في وسم .title .سلاش .title ما بينهم اللي هو .بيج .title اللي هو عنوان يوجد في الصفحة هو عنوان الصفحة كذلك عندنا بين .body و .سلاش .body لدينا هنا عنوان وهذه فقرة في وسمين اللي هي H1 و B1 نلاحظها في المتصفح كيف طريقة عرضها في التطبيق نقوم بفتح المستند ثم بنقر عليه نقرتين سيظهر لنا بهذا الشكل ماذا سنتعلم في هذا الدرس سنتعلم في هذا الدرس العنوين ثم إضافة الفقرات ثم المسافات الفارغة ثم لنطبق معاً هناك الطريقة أخرى لفتح الصفحة الإلكترونية من خلال فيجول استيديو كود لفتح ملف HTML في المتصفح من قسم المستكشف في فيجول استيديو كود اضغط بزر الفارة الأيمن على الملف اللي هو examples.html ثم اضغط على open in default browser فتح في المتصفح الافتراضي سيفتح الملف وستظهر نتيجة التنفيذة نلاحظ عندنا هنا بنقر عليه زر الفارة الأيمن ثم open أو فتح في المستعرض ستظهر لنا هذه النتيجة لدينا طريقة أخرى وهي نقوم بالنقر على هذه الأداة اللي هي run debug ستظهر لنا اللي هو تشغيل للمقطع البرمجي أنشأ الصفحة الإلكترونية التالية نلاحظ عندنا العنوان الصفحة myweb page وداخل الصفحة لدينا عنوان مكتوب داخلها السلام عليكم ولدينا فقرة في هذه الصفحة هذا هو عنوان المستند سيتم استخدام وسم title عندنا هنا السلام عليكم هو عبارة عنوان سيتم استخدام وسم H1 والفقرة سيتم استخدام وسم البي في التطبيق نقوم بإنشاء صفحة جديدة ثم نقوم بكتابة اسم لهذه الصفحة مثلا myweb.html لا بد أن نقوم بوضع .html اللي هو الامتداد عند كتابة html نلاحظ أنه وضع لنا إغلاق لهذه الhtml ثم وضعنا title وأغلقنا وسم title من slash title وكذلك body و h1 نلاحظ عندنا ظهرت هذه الصفحة العناوين يتم تعريف عنوين html بالوسم h1 إلى h6 إن الوسم h1 هو أعلى مستوى في القسم والوسم h6 هو أدناها شاهد المثال التالي نلاحظ عندنا هنا داخل body وضعنا ما بين وسم h1 السلام عليكم ثم أغلقناها بh1 حتى وصلنا إلى h6 نصيحة ذكية استخدم وسم h1 للإشارة إلى العنوان الأكبر أهمية الذي يكون عادة أعلى الصفحة نلاحظ في التطبيق قمنا بكتابة داخل البضي من h1 إلى h6 مع إغلاق كل وسم نقوم بالتشغيل نلاحظ عندنا في التنفيذ في الأول الذي هو h1 ظهر لنا النص عنوان بشكل كبير جدا أو كبير ثم يكون أصغر فأصغر فأصغر حتى نصل إلى h6 إضافة فقرة الفقرة هي أهم العناصر في مستند html التي يتم تعريفها بين الوسمين ب ب تكمن أهمية استخدام الفقرات في أنها توفر الفرصة لتقسيم النصوص إلى أجزاء أصغر مما يجعل من السهل على زوار الموقع تصفح قراءة النصوص بسهولة عمل صفحة مشجعي كرة القدم ستستخدم ما تعلمته حول البرمجة بلغة html لإنشاء موقع ويب لمعجبي فريق كرة القدم ستؤدي العمل خطوة بخطوة وسنبدأ أولاً بإضافة العنوان والفقرات في المستند نلاحظ عندنا هنا العنوان تعمل كرة القدم على جميع الناس معاً هذا عنوان ثم عندنا التاريخ والمعرض ونبدأ هذا عبارة عن عنوان ولكن أصغر من العنوان الرئيسي ولدينا مجموعة من الفقرات عندنا هنا في المثال أو المقطع البرمجي نلاحظ في البداية عندنا هنا التايتل اللي هو العنوان كتبنا هنا العنوان فوتبول فان بيج ثم أغلقنا داخلها أو التوتاب يكون عندنا داخل الهد ثم لدينا البودي البودي بداخله H1 H1 اللي هو العنوان الرئيسي اللي حنا كتبناه تعمل كرة القدم على جميع الناس معاً ثم لدينا H2 اللي هو التاريخ و H2 المعرض و H2 في نبذة وهذه عبارة عن عنوان ولكنها أصغر حجماً من H1 ثم لدينا البي في كل الفقرات ثم لدينا وسم جديد اللي هو بي آر وهذا يدل على إضافة سطر جديد ينتج عن هذا العنصر فاصل أسطر داخل النص لذلك يتم إضافته في كل فقرة في كل نقطة تريد بها إنهاء جزء من النص وبداية نص آخر بعد وسم بي آر في بداية السطر التالي نلاحظ في التطبيق بعد أن قمنا بكتابة المقطع أو التعليمات نقوم بالتشغيل عن طريق رن ستظهر لنا هذه النتيجة المسافة الفارغة يتم دمج المسافات الفارغة معاً في HTML لتظهر كمسافة فارغة واحد سيستفيد مطوره صفحات الويب من المساحة الفارغة لتسهيل قراءة النص لا يؤثر هذا على مظهر الفقرة بأي حال من الأحوال على سبيل المثال لاحظ في الفقرة التالية نلاحظ لدينا داخل البي في الفقرة سطر ما قبل الأخير في البي هي فقرة تسمى ثم لدينا مسافة كرة القدم ثم لدينا مسافات كبيرة عند تطبيقها لو نلاحظ في بيج في الصفحة نلاحظ يسمى كرة القدم لا يوجد مسافة بين تسمى وكرة القدم مسافة كبيرة كما هي في المقطع البرمجي وسم HTML المستخدمة في الدرس الأول عندنا الوسم الأول الهدو DOC تحدد أن هذا المستند هو مستند HTML ثم لدينا وسم HTML الحاوية لجميع عناصر HTML الأخرى ثم لدينا وسم HEAD تحدد الأوامر البرمجية الموجودة بين الوسمين هي HEAD وسلاش HEAD إغلاق الهد ثم BODY يتم هنا برمجة الموضوع الرئيسي للصفحة الإلكترونية الخاصة بك تقع جميع النصوص والرسومات والصوت والفيديو والروابط المؤدية إلى صفحات أخرى بين الوسمين التي هي BODY وإغلاقها سلاش BODY تايتل تحدد عنوان المستند ثم META هذه تحدد النص أو هذا الوسم يحدد النص الذي سيظهر على شريط العنوان في نافذة متصفح الموقع الإلكتروني ثم لدينا P التي تحدد فقرة ثم لدينا H1 حتى H6 يتم استخدامها لتحديد عنوان HTML ثم لدينا وسم BR تدرج فاصل سطر واحد لنطبق معاً التدريب الأول حدد وأصلح الأخطاء في البرنامج التالي نلاحظ عندنا في البرنامج HTML في السطر الثاني تم إغلاق هذا الوسم في الأسفل ثم لدينا تايتل تم إغلاقه ثم لدينا إغلاق لهد ولكن لا يوجد لها فتح وسم وكذلك لدينا في البي تم وضع فتح لوسم ولا يوجد لها إغلاق عندنا في التصحيح نلاحظ أضفنا للهد اللي هي فتح وإغلاق ثم أضفنا للبدي فتح وإغلاق للوسم التدريب الثاني أنشئ صفحة جديدة تحتوي على ما يلي عنوان باسم صفحة الإلكترونية الأولى فقرتين عن اثنتين من رياضاتك المفضلة بحيث تحتوي كل منهما على عنوان باسم هذه الرياضة نقوم بكتابة هذا المقطع مع التعديل نلاحظ عندنا في التايتل وضعنا داخل الـ HTML وداخل الهد وضعنا تايتل اللي هو عنوان الصفحة صفحة الإلكترونية الأولى ثم أغلقنا هد ثم فتحنا البدي وضعنا بداخلها H1 اللي هو عنوان فقرة اللي بيكون هنا أحد رياضاتك المفضلة ثم لدينا في الأسفل فقرة البي وأكتب هنا فقرة تحتوي عن رياضتك المفضلة وكذلك عنوان الفقرة الثانية اللي هي H1 ثم بداخل البي نلاحظ عندنا هنا التايتل اللي هو المطلب الأول وهذا المطلب الثاني وضعنا له عنوان H1 والبي هي الفقرة التدريب الثالث أنشئ صفحة جديدة تحتوي على ما يلي أول شيء عنوان الصفحة الإلكترونية My page ثم ضع اسمك كعنوان للصفحة ثم اكتب فقرة نصية تصف بها نفسك ثم بعد الانتهاء احفظ الصفحة الإلكترونية الخاصة بك طبعا الحفظ عن طريق كترول اس عندنا في العنوان عندنا HTML فتحنا وسمة الأول ثم أغلاقناه في أسفل هذه التعليمات ثم فتحنا هيد وأغلقناه داخل الهيد نكتب تايتل اللي هو عنوان الصفحة الإلكترونية يكون عندنا مايبيج ثم عندنا داخل البودي نكتب هنا عنوان اللي هو الاسم داخل H1 ثم داخل البي اللي هي الفقرة وهي أن تكتب نص تصف به نفسك في التدريب الرابع خطط لإنشاء موقع إلكتروني يتضمن معلومات سياحية للمسافرين إلى بلدك أو إلى بلد آخر من اختيارك سيحتوي الموقع على مالي لدينا هنا مجموعة من الطلبات داخل هذا التدريب يجب عليك قبل أن تبدأ في هذا أو تطبيق هذا التدريب تذكر أن الموقع الإلكتروني يتكون من مجموعة من الصفحات المترابطة ويحتوي على العنوان والمحتوى والتذييل والصفحة الإلكترونية لها وسوم فمنها وسم البداية ووسم النهاية الذي يضاف له سلاش فالعناوين محددة بوسوم من H1 إلى H6 حسب الحجم بينما الفقرات تحتوي على وسوم بوسم البي ماذا تعلمنا في هذا الدرس؟ تعلمنا في هذا الدرس العناوين ثم تعلمنا إضافة الفقرات ثم تعلمنا المسافة الفارغة ولنطبق معاً إلى هنا نصل إلى نهاية درسنا هذا وصلى الله عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر